اشتركوا في القناة لمكافحة هذه الظواهر وضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية لانهاء العمل الجبري والرق الحديث والاتجار بالبشر اضافة الى تطور ونشر الاستراتيجيات الوطنية وتطبيق القوانين ذات الصلة وقد اعرب معليه عن شكره لرئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة على استضافة هذا الاجتماع الهام شددا على ضرورة تحقيق تقدم فوري في مكافحة هذه الافات على المستويين الاقليمي والدولي تنفيذن لاهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بحلول عام 2030 مستعرضا معليها الجهود الكبيرة التي تبدرها مملكة البحرين في هذا الصدد من بينها التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية الامم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة الى جانب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال واكد مع الوزير الخارجية ان البحرين نفذت قانونها المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون رقم واحد لسنة 2008 الذي يحضر جميع اشكال الاتجار وينص على عقوبات صارمة على الجناء منويها معاليه بانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص التي وفرت آليات فعالة لضمان سلامة الضحايا وحمايتهم وافتتاح مركز خدمة العمل والوافدين العمال الوافدين واطلاق خط ساخن للإبلاغ عن إساءة استخدام العمل للوافدين بلغات مختلفة وتطبيق نظام الإحالة الوطني لمعالجة قضايا للتجار بالبشر لضمان حماية العمال إضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي بهذه القضية الهامة ترجمة نانسي قنقر